شهدت مباراة منشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي مشدة بين والكر اللاعب السيتي وفيلبو ميلو مدافع الفريق البرازيلي عقب انتهاء المباراة مباشرة وأظهرت الصور دخول اللاعبين في اشتباكات بالأيدي تشبه خناقات شوارع وسط تدخل من اللاعبين الآخرين من الفريقين للفصل بينهم حيث توج نادي منشستر سيتي الانجليزي بلقب كأس العالم للاندية بعد الفوزع لفريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة اربع صف على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في السعودية وبدأ فريق منشستر سيتي بضغط قوي على فريق فلومينينسي في الدقائق الاول ونجحوا في احراز هدف في اول دقيقة عن طريق تسديدة من ناثان اكي من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الايمن فتابعها الفريس بصدره سكنت منتصف المرمى الخالي وفي الدقيقة سبعة وعشرون عزز السيتي تقدمه بالهدف في الثاني عن طريق كرة عرضية من فودين من يسار منطقة الجزاء حاول نينو ابعادها ولكنه اسكنها يسار مرماه بالخطأ ومن ثم فودينا سجل الهدف الثالث في الدقيقة اثنين وسبعون واختتم الفريز الربعية في الدقيقة ثمانية وثمانون من عمر اللقاء حيث تأهل منشستر سيتي الى النهائي بعد التغلب في نصف النهائي على اوراواريديامونتز الياباني بنتيجة ثلاثة صف بينما تخطف لوميننسي في نصف النهائي عقبة الاهلي المصري بنتيجة اثنان صف اشتركوا في القناة